وصلنا معكم إلى الفقرة الطبية والتي نتحدث فيها حول الصداع إذ يعاني معظم الناس من نوبات من الصداع من وقت لآخر ولكن إذا كنت تتعرض لنوبات صداع غالبية أياب الأسبوع فإن ذلك يشير إلى إصابتك بنوبات صداع يومية مزمنة مدنا من تحديد نوع معين من الصداع فإن نوبات الصداع المزمنة اليومية تضمن العديد من الأنواع الفرعية من نوبات الصداع أيضا تشير كلمة مزمنة إلى عدد مرات حدوث نوبات الصداع وطول مدة الحالة أيضا اليوم نعم سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع صفاء ومشاهدينا ويسعدنا أن نرحب معنا بالدكتورة دينا دودين داخل الاستوديو الحديث عن موضوع الصداع سيد صباحك دكتورة سيد صباحكم أهلا أهلا وسهلا فيك يعني بداية حاب نعرف إيش هو صداع يعني كلنا نحن نصبه صداع بس يعني حاب نعرفه الصداع بشكل عام يعني هو معروف جدا عن جميع الناس بما أنه هو شائع جدا وهو الألم في الرأس أهلا الصداع بحد ذاته غالبا ما يكون عرض لمرض وليس المرض بحد ذاته فهو بكون أسبابه متنوعة جدا وعديدة حسب هو إيش بيتأسم نعم حسب كمان المكان اللي بيكون في صداع يعني شفت مرة صورة أنه في ممكن صداع يكون خلف الرأس أمام الرأس ممكن صداع نصفي بجانب الأيمن والجانب الأيسر على ماذا يعتمد يعني المكان الذي يسبب الصداع يعني في الرأس بيكون في مشكلة معينة في كل مرة في مكان مختلف في الجسم قabilا أك染 ماber نأحد مع الأول قبل أن نبحث عن المنطقة المعينة قبل أن يبحث عن الصداع بشكل عام يقسم إلى نوعين رئيسيين هو الصداع الأول و الصداع الثانوي ماذا أيضا تعني عندما نقول الصداع الأول وأو الصداع الثانوي الصداع الأولي هو يكون الصداع تشخيص ومرض بحد ذاته يعني المرض المريض يتشخص بالصداع أما إذا نحكي عن الثانوي يكون مصدر الصداع هو مرض آخر فلازم نعمل الفحوصات وتحليلات عشان نستنتج شو هو سبب هذا الصداع الثانوي طيب دكتورة قبل ما نطرق للأسباب وما إلى ذلك ما يحدث لما نحن نحس بالصداع يعني داخل الدماغ ما الذي يحدث يعني انقباضات أو يعني نوعا ما أسمع بذلك هلأ زي ما قلنا قبل شوي بما أنه نقسمهم لثانوي وأولي ويعني حيث أنه الثانوي هو أكثر شيوعا من الأولي منيجي نحكي أن الأسباب متعددة وما يحدث هو يعني شيء متعددة مش إشي محصور بإشي معين واحد يعني على سبيل المثال واجع الرأس اللي بيكون ناتج عن الالتهبات الجيوب الأنفية مثلا فيه عندنا على الحد الآخر ممكن توصل لخطورة أنه يكون من نزيف من الدماغ فهو له أسباب بعديدة بس إذا بنا نجي نحكي عن الصداع الأولي فهو أسبابه يعني تعتمد على نظريات أكتر من أنه مسبب واضح وهو ما يسمى بالإديوباثيك يعني اللي هو مجهول السبب فممكن يكون أكتر من إشي ما عندك إشي محدد بيصير نعم طب بشكل عام شو أسباب الصداع الممكن إحنا منعاني منه بشكل يومي أو شكل ممكن متكرر هل القلق والتوتر لهم دور ضغوطات الحياة بعض السلوكيات الممكن أن نقوم فيها بحياتنا لها دور أيضا تمام هلا بس نعرف إش هو نوع الصداع سنعرف هو إيش اللي إحنا منعوله بيومنا بيأثر عليه يعني إذا مننجي نحكي عن الصداع الأولي اللي هو معروف بثلاثة أقسام أساسية اللي هي يا إما الصداع النصفي المعروف بالشقيقة والصداع التوتري والصداع العنقودي هلا على سبيل المثال الصداع التوتري يعني بحفزه التوتر اليومي باليوم أو أي تغييرات بتصير بيومنا إحنا مش متعودين عليها أما الصداع النصفي عكس ما هو معروف بين الناس أنه بيجي على جهة وحدة يعني عكس ما هو شائع وممكن يجي من أي جهة وممكن تحفزه إشياء بسيطة مثل أنواع جبن معينة أو أنواع من كحول لمن بتناول الكحول معينة ففي كثير إشياء الضوء هو ممكن يزيد من حدة الصداع ولا يكون هو مسبب الأساسي ففي كثير عوامل اللي هي بتكون خارجة عن يومنا الاعتيادي بتكون تحفز الصداع منها الجفاف ومنها مثلا كثرة التدخين أو كثرة الكافيين فإلها قلة النوم طبعا أكيد فإلها كثير مسببات طب دكتورة كيف نشخص صداع في مناطق معينة يعني هو على حسب منطقة ممكن نسميه بصداع يعني بنوع معين أكيد فكيف نشخصه؟ أكيد هلأ نيجي نحكي جزئين أولي على جهة وثانوي على جهة الأولي زي ما حكينا الصداع التوتري الصداع التوتري مثلا بيجي لك ضغط على مقدمة الرأس وبيشد لخلف الرأس عند عضلات الرأس والرقبة فبيكون زي أشبه بالحزام الضغط على مقدمة الرأس وبيرجع لورا هذه هي صفات الصداع التوتري أما الصداع النصفي زي ما قلنا قبل شوي عكس ما هو شائع هو ممكن يجي على طرفين وليس على طرف واحد من الرأس أما الصداع العنقودي يتمثل بأنه هو بيجي على جهة واحدة فقط من الرأس ويتمحور حول العين أو خلف العين يرافقه سيلان بالأنف ويرافقه ممكن ينزل الدموع ولا غثيان برضه كمان الصداع النصفي ممكن يرافقه حساسية للضوء حساسية للصوت وغثيان برضه أو استفراء بس ما بيكون الفرق بينه بين العنقودي ما بيكون في وجع وراء العين صحيح ما بيكون فيه مثلا سيلان للأنفو العنقودي ما بيكون السبب الرئيسي توتر حكينا ممكن وراء الصداع العنقودي إحنا زي ما قلنا قبل شوي أنه الأول هو كان يعني يعتمد على نظريات وليس أسباب واضحة وقلنا أنه مجهول السبب أو إديوباثيك نعم تمام طيب الآن كيف ممكن أبوين عوامل الخطورة في الصداع في كتير ناس يعني ممكن صار عندهم عدم تعايش مع الصداع فأين تكمن عوامل الخطورة في الصداع وضرورة مراجعة الطبيب في أسرع وقت صحيح أهلا فيه أشياء معينة لازم المريض ينتبه عليها الصداع بحداته ممكن يكون مش خطير أبدا وممكن يوصل الخطورة اللي هي زي ما قلنا قبل شوي النظر في الدماغ فأي شيء المريض مثلا خارج عن نطاق العادي عنده يعني مثلا مش متعود على هاي الحدة من الصداع مش متعود على سرعة تطور حدة هذا الصداع أو إنه الصداع مثلا برافقه أعراض أخرى مثل الحرارة مثل تيبس بالرقبة مثل مثلا خدران بالأطراف أو فقدان القدرة على الحديث أو تغير الحديث المعتاد أو مثلا فقدان الغيب عن الوعي خلينا نحكي هاي كلها اشياء لازم يدير باله المريض إنه فورا يراجع الطبيب عشانها وبرضه إذا كانت المرأة حامل وكان عندها صداع غير اللي هي متعودة عليه يجب أن تزور الطبيب برضه كمان يعني أي اشي يعني نحكي بشكل عام بتغير على إيش المريض متعود عليه يجب أن يراجع الطبيب وبرضه فيه كمان إيش معين اللي هو إحنا منسميه اللي هو الصداع اللي بتطور حدته لأقصى حدة بكون المريض بيحكي لك المريض بيحكي لك إنه هذا أسوأ صداع مر علي ويتطور حدته بأقل من خمس دقائق هاي لازم مراجعة الفورية للطبيب أو المستشفى نعم إحنا أول ما نحس بالصداع يعني على طول على البندول على الصيدلية تمام لكن يعني هل هذا الحل صحيح أنه على طول نروح نتجه للبندول والمهدئات والمسكينات ولا ممكن تتعامل مع الصداع يعني بطرق غير دوائية هلا بطرق غير دوائية أنت ممكن تقدري يعني تقللي من حدة الصداع مش إنك إتشيلي تماما لأنه ما يعني لازم مثلا يعني تدخلات طبيية خلينا نحكي الاشياء اللي ممكن تخفف من حدة الصداع والعوامل اللا دوائية اللا يعني مش بدون الأدوية خلينا نحكي إنك تقدي بغرفة هادئة وبغرفة مثلا معتمة والتقليل من التوتر النفسي يعني لما تحسن من نفسية المريض ممكن إنه يساعد بتخفيف هذا الصداع نحن يحكي له كمان ننام يعني لو أنت حساسي صداع تلك المكان إذا المريض بقدر نهرب شوية نهرب شوية نهرب شوية صداع نروح ننام طيب حتى في بعض الأوقات الصداع بستمر معنا يعني بعد ما نصح من النوم يعني ممكن يكون واحد عنده صداع في المساء يقول خليني أنا ممكن الصبح بروح بضل مستمر معه بزيد لتاني يوم شو ممكن يكون سبب هذا الصداع كيف نتعامل معه هلا كل من أنواع الصداع له مدة معتادة خلينا نحكي مثلا صداع النصفي ممكن أنه يمتد من ساعات قليلة لثلاث أيام مثلا الصداع العنقودي ممكن يعود له من دقائق لساعات يعني ما فيه إشي معين بس يعني لازم الواحد يراجع الطبيب عشان يأخذ التشخيص الصحيح والعلاج الصحيح يعني فيه أنواع صداع منعالجها بالأدوية فيه أنواع صداع منعالجها بمسكنات خفيفة مثل مادة البرستيمول اللي هي المعروفة بالبنادول زي ما حدرتك قلتي يعني ما فيه دواء أو علاج محدد ويجب دائما استشارة الطبيب للتأكل طب متى متى نروح عند الدكتور يعني نحس أنه هذه الحالة غير اللي ذكرتيها اللي هي بتتطور خلال خمس دقائق روح على طول للطبيب زي ما حكينا غير هذه الاشياء ممكن إذا الشخص يتعدى الخمسين عام وتغير عليه طبيعة الصداع وحدته هذا مؤشر أنه يجب مراجعة الطبيب إذا كان فيه أعراض أخرى زي ما قلنا حرارة تيبس بالرقبة خضران بالأطراف هاي مؤشر أنه لازم الواحد يراجع الطبيب إذا أول مرة بصير معاه هذه الطبيعة من الصداع لازم يراجع الطبيب عشان يتطمن هو وأيضا مرضى الشقيقة اللي عندهم نعم كيف نفرق الشقيقة عن الصداع يعني في كتين الناس ممكن بيعانوا من نوبات متكررة من الصداع وبتم تشخيص حالتهم متأخر إنها شقيقة ما هي الفروقات بين الشقيقة والصداع النصفي والصداع العادي الاعتيادي ممكن يكون عابر يعني احنا زي ما قلنا الشقيقة عادة يرافقها الحساسية من الضوء والحسية من الصوت وممكن غثيان واستفراغ خلق عادة أو معظم الأحوال المريض ممكن يستشعر أو يحس أنه سيأتي نوبة الشقيقة هذا يتميز بالشقيقة فعادة إحنا ننصح المريض يأخذ مثلا مسكينات أو يهيئ حاله فيه أنواع أدوية معينة أيضا فيه أنواع أدوية معينة بس هي تصرف تحت إشرف الطبيب فقط فقط لا غير يعني لازم يراجع طبيبه فيه مجموعة أدوية المعروفة بالتربتانز وفيه ممكن مضادات اكتئاب تساعد بتخفيف من حدة الشقيقة بس هذا كله طبعا تحت إشرف الطبيب ومش لازم أي حدا يعاج حاله منزلياً طب بالنسبة للأطفال يعني لما يحصوا بصداعشبه وإش طريقة صحيحة اللي احنا نتعمل فيها معاهم بالنسبة للأطفال يعني بحكم إنهم طبيعة هم صعب يعبروا عن حالهم أصعب بكون التشخيص أو التعامل مع الطفل فينصح دائماً إنه مراجعة طبيب الأطفال لأنه التعامل مع الصداع عند الكبار والأطفال مختلف نوعاً ما وكمان برضو التعامل مع الفئات العمرية المختلفة بالأطفال يعني مثلاً طفل عمره سنتين أو طفل عمره عشرة سنين تختلف أيضاً فينصح دائماً بمراجعة الطبيب الأطفال وأنه ما نتصرف إحنا لحالنا بالمنزل تمام في بعض الناس يعني دكتوري كمان يكون عندهم صداع بيجاء للبرستيمول ممكن يأخذوا مرتين ثلاث مرات خلال اليوم ويضل معهم نفس الصداع هل لازم يراجعوا الطبيب ولا لازم يستنوا مثلاً كمان يوم يشوفوا لين وصل معهم الصداع هلأ لازم يراجعوا للطبيب إذا صار في أعراض أخرى وإذا كان هاي أول مرة بتصير معه وهو مش متعود على هاي الطبيعة من الصداع فهون لازم يرجع للطبيب عشان يكون فيه تشخيص أولي يعني لأول مرة يزور الطبيب ويحكي له كيف ممكن يتصرف كيف ممكن يتصرف مع هاي النوبة ويعلجها طيب دكتوري يعني حشان ما يصيبنا الصداع إيش طرق الوقاية من الصداع؟ طرق الوقاية من الصداع هي بسيطة ولكن فعالة جداً على سبيل المثال اتباع نظام غذائي صحي يساعد جداً بالوقاية من الصداع ممارسة الرياضة والنمط الصحي والتخفيف من التوتر بشكل يومي يساعد على الوقاية من الصداع أيضاً تخفيف الدخان تخفيف الشرب القهوة بطرق غير معتادة يعني مثلاً إذا الواحد متعود يشرب قهوة كل يوم مثلاً يأتي يومين أو يوم يشارب قهوة يعني هذا نسمي كافيين ويساعد يعني أنه هو متعود يشرب اتسحاب اتسحاب الكافيين نحن بما إنا الآن في عشنا تظل ضروف كورونا دكتوري كمان من بعض أعراض كورونا كانت الصداع يعني هل ممكن أنه نستشبه أيضاً من ضمن الصداع بأننا مصطابين بكورونا ونروح نعمل فحص والله يعني ولا تختلف الأعراض هلا هي بتختلف الأعراض طبعاً في كتير أعراض يعني مختلفة بالكورونا ممكن تميزها إذا المريض الشك في بعض هذه الأعراض اللي تم التوعية عنها بشكل مستمر بالسنة الماضية يجب أن يذهب ويفحص يعني من باب الحيط الحذر الحيط والحذر بالتأكيد كل شكر لك على كل هذه المعلومات الدكتورة دينا دودين وأنت طبيبة في الطب العام يعطيك ألف عافية شكراً شكراً شكراً